موسيقى الجيش التركي يعزز نقاط مراقبته في حماوى إدلب بالدبابات ومصادر في الجيش السوري الحر تتحدث عن تزويد أنقرة للفصائل بالأسلحة والذخائر موسيقى لجنة أممية تقول أن أكثر من مليون سوري تم تهجيرهم جراء هجمات النظام على مناطق المعارضة خلال النصف الأول من العام الحالي موسيقى بعد انضمامهم لقوات النظام مقتلوا العديد من عناصر المصالحات خلال المعارك الدائرة مع تنظيم الدولة في بادية السويدة موسيقى موسيقى أهلا بكم عقب فشل الاجتماعات الأممية والقمم الدولية للتوصل إلى اتفاق بخصوص مصير إدلب وبالتزامن مع دعم أنقرة سياسيا للشمال السوري المحرر أرسلت تركيا قافلات عسكرية لتعزيز قوة فصائل الجيش السوري الحر ودعمت نقاطها في سوريا وثكوناتها على الشريط الحدودية استعدادا لأي هجوم عسكري للنظام التقرير التالي والتفاصيل ليست الاجتماعات الدولية والأممية بخصوص الملف السوري هي فقط من يمكنها أن تدير دفة المركب السوري بل أن القوى الإقليمية الرئيسية الفاعلة والمعنية بالشأن السوري تفرض رؤيتها على الأرض أيضا وخاصة عندما تكون المنطقة متداخلة جغرافيا واستراتيجيا معا بالتزامن مع التصعيد السياسي والعسكري للنظام ووصول حشوده وتعزيزاته إلى حدوده مع الشمال السوري المحرر أرسلت تركيا قافلات عسكرية ضمت دبابات ومركبات مصفحة ومدافع وذخائر إلى نقاط مراقبتها الاثنتين عشر في إدلب وحمى لسيا مامورك بالتوازي مع وصول تعزيزات مماثلة إلى الشريط الحدودي في كيلس وهاتاي استعدادا للرد على أي هجوم قد يستهدف النقاط وفق ما نقلت رويترز عن مسؤول في الجيش التركي قادة في فصائل الثوار بالمنطقة أكدوا أن تركيا كثفت إرسال المساعدات العسكرية في إدلب ومحيطها وذلك منذ فشل قمة طهران لمساعدتهم على التصدي لهجوم متوقع أن تشنه قوات النظام وميليشياته فيما أفاد قائد بتعاهد تركيا بدعم طويل الأمد وفق بعض المصادر الحرب الباردة في الشمال السوري يذوب جليدها بين الفينة والأخرى قصف من النظام ورد من قبل الثوار كاستهداف الثوار في الجبهة الوطنية للتحرير مطار حما ومدرسة المجنزرات منطلقة مروحيات النظام ومواقع أخرى في قرية عطشان فيما رجحت صحيفة أمريكية تأجيل العمل العسكري بسبب عدم كفاية عناصر النظام لمواجهة عشرات الآلاف من المقاتلين وضمن التصريحات السياسية التي لم تتوقف حول إدلب دعمت قطر مجددا على لسان وزير خارجيتها المخططة التركي مطالبة بالتعاون مع أنقرة لضمان حماية المدنيين وتفادي كارثة إنسانية في إدلب فيما دعت لجنة التحقيق الدولية بالشأن سوريا الفصائل إلى مغادرة المناطق السكنية لتجنيب المدنيين الهجوم في مشهد حمل بين طياته الإشارة إلى المجرم وآدات الجريمة مع القاء اللوني على غيره تستخدم قوات النظام البراميل المتفجرة ضد المدنيين منذ اندلاع ثورة السورية ويعتبر سلاحا فتاكا ذو قوة تدميرية هائلة وكلفة منخفضة يرمى من الطائرات المروحية بشكل عشوائي هدفه التخريب والتدمير وقتل المدنيين المزيد نتابعه في سياق هذا التقرير التفنن في قتل السوريين أصبح أحد سمات عناصر قوات النظام فهذه الذكرى التي تركها من ألقى هذا البرميل الذي لم ينفجر في بلدة كفارزيتا دليل واضح على أن قوات النظام لا تفرق بين عسكريين ومدني بل هدفها الأول والأخير هو قتل شعب خرج مطالبا بالحرية بأكثر الصور وحشية حسب قول ناشطين بالنسبة للبرميل برميل تفجيرها هائل كتير كانت البرميل تنزيل يعني عبارة عن تهد مكان أو غرفي أو غرفتين أو بالأماكن اللي هي فيها يعني شبه هذد بينما هلاقين تفجيرها هائل كتير وبالنسبة عبدبه برميل حاويات أكتر من برميل داخل فيها وتفجيرها كتير هائل وعبدر كتير كبير مساحتها يعني تهد أكتر من بناي وأكتر من عمارة أو أكتر من يعني مكان واسع البرميل المتفجرة سلاح استخدمته قوات النظام السوري في قتل السوريين طوال السنوات الماضية لكن هذا السلاح تغير مع مرور الوقت وحسب حاجات قوات النظام له عسكريون من فصائل المعارضة يقولون إن قوات النظام استبدلت الحشوات التقليدية للبرميل المتفجرة بألغام مضادة للدروع كانت زرعتها سابقا في المناطق التي سيطرت عليها مؤخرا وأعدت استخدامها الآن بعد استخراجها مباشرة ينزل برميل ما ينفجر نحن مباشرة نروح لأنه هو عبارة عن قبل موقوتي يعني بالنسبة للأطفال بالنسبة لأي حركة بالنسبة لحرارة الشمس يعني أي شيء أي حركة هو قبل موقوتي نحن مباشرة نروح منفكه وعلى الرغم من قرار مجلس الأمن رقم 2139 الصادر في شهر شباط من عام 2014 والذي أدان فيه المجلس استخدام البراميل المتفجرة كسلاح عشوائي إلى أن النظام مصر على استخدامه لانخفاض كلفته وقدرته التدميرية العالية وكانت شبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت في تقرير لها إلقاء أكثر من 70 ألف برميل متفجر منذ أول استخدام لها في تموز عام 2012 وبالعودة إلى التحشيد العسكري الذي تقوم به تركيا تجاه إدلب ينضم إلينا المحلل العسكري والاستراتيجي العقيد أحمد الحمادي من إسطنبول أهلا بك ستلقيد على شاشة حلب اليوم يعني بداية هل لا يزال خطر العملية العسكرية من قبل النظام تجاه أدب قائما حتى هذه اللحظة لتقوم تركيا بكل هذه التعزيزات السلام عليكم عليكم السلام قوات النظام لا تزال تعزز قواتها رغم كل ما حدث من تحذيرات أوروبية وتحذيرات أمريكية وكذلك دفع بالقوات التركية إلى الداخل بقوام قوات ربما تكون هجومية لمنع أي اختراق لهذه المنطقة إلا أن الخطر لا يزال متواجد ما دام هناك لا يوجد قرار سياسي بمنع هذه العملية من قبل داعمي النظام وخاصة الروس الروس قالوا ربما نؤخر هذه العملية وعلى تركيا أن تفكك المجموعات الإرهابية هكذا قال البيان الروسي إلا أن تركيا لا تزال تعزز قوات المعارضة تعزز قواتها في الداخل حتى زودتها بدبابات وراجمات طواريخ ومدفعية إذن هل تشعر تركيا من خلال هذه التصريحات الروسية بأن روسيا تراوغ ليس إلا؟ روسيا منذ بداية الأزمة السورية ودخولها في سوريا كقوة عسكرية مساندة لقوات الأسد هي تكذب وتراوغ دخلت من أجل قتال تنظيم داعش ولكن قاتلت الجميع إلا تنظيم داعش هي اخترعت مسار أستانا لأجل حرف الحل السياسي عن جينيف ولكنها استخدمت هذا المسار من أجل تحقيق أغراضها العسكرية التي لم تستطع بالقوة العسكرية هي ثبتت الجبهات ومن ثم انقضت على كل جبهة على حدة حتى وصلت الأمور إلى أدلت هي من هجر كل المقاتلين الذين تدعي اليوم بأنهم هم إرهابيون من هجر مقاتلي الغوطة والقلمون وحمس والقلمون الغربي والشرقي ودرعا والكنيسة والدبرة والقابول هي روسيا في التفاقيات من روسيا لذلك روسيا وضعت هؤلاء في هذه المنطقة لتستخدمهم كورقة من أجل الانقضاض على آخر معاقل الثورة بحجة الإرهاب من أجل تثبيت حكم آل الأسد واحتلال الروسي لسوريا لمئة عام قادم من أجل الاستثمار في الغاز والبترول وكل خيرات سوريا بالإضافة إلى القواعد العسكري في البحر المطور طيب سيادة العقيد في ظل كل هذا الذي تطرقت له حضرتك برأيك في حال شنت قوات النظام هجوما على إدلب هل ستكون النقاط التركية نقاط المراقبة هناك في خطر حقيقي أم أن هذه النقاط لها قوة قانونية وسياسية على الأرض هناك في بداية المعارك كما هو معروف عندما تندلع المعارك حتى نقاط الأمم المتحدة يتم إخلاؤها أو تحذيرها بأن عليك أن تخرج هذا هو المتعارف عليه في كل الدول أما أن تبقى النقاط التركية 12 وهي دخلت من أجل منع أي اتصدام أو احتكاة عسكري وهي غير مستهدفة اليوم تركيا قالت بأن أي استهداف لأي نقطة عسكرية يعني بدء هجوم من القوى التي هاجمت هذه النقطة يعني حرب على تركيا لذلك تركيا اليوم لا تتحمل لاجئين أكثر وهي معنية بخفض التفعيد في تلك المنطقة إذن المنطقة معقدة وهي معركة سياسية وكذلك معركة عسكرية وأتوقع اليوم ليست تركيا بمفردها في هذه المنطقة وليست روسيا اليوم العالم كله اليوم مهتم في هذه المنطقة أمريكا تحذر روسيا كذلك ألمانيا فرنسا بريطانيا الأمم المتحدة إذن اليوم أصبحت شأنا دوليا وعلى الأمم المتحدة أن تقوم بمسؤولياتها تجاه هذه المنطقة التي فيها أربع ملايين إنسان في الخمس أيام الماضية قامت روسيا والنظام باستهداف خمسطعش نقطة طبية وخدمية في هذه المنطقة إذن تريد روسيا والنظام اقتلاع الناس من هذه المنطقة وزجهم في الحدود التركية أو ربما إلى داخل تركيا من أجل السيطرة الجغرافية ولإعلان أنهم انتصروا في هذه المعركة ضد الثورة التورية بدي شكرك طبعا جزيلا شكرا العقيد أحمد الحمادي المحلل العسكري والاستراتيجي على مشاركتك معنا في هذه النشرة تمكن جهاز الاستخبارات التركية من اعتقال يوسف نازيك مخطط تفجير الريحانية الذي حدث عام 2013 واغتياده إلى الأراضي التركية العملية عملية الاعتقال تمت ضمن مدينة اللاذقية مسقط رأس نظام بشار الأسد المزيد متابعوه معنا في سياق هذا التقرير شهدت مدينة الريحانية التركية القريبة من الحدود السورية في أيار عام 2013 تفجيرين استهدفاء المدينة أسفر عن سقوط 53 ضحية مدنية إضافة لإصابة العشرة بجروح الحكومة التركية حملت مسؤولية التفجيرات في الريحانية نذاك لنظام الأسد والذي نفى ضلوعه في هذه التفجيرات وبعد أكثر من خمس سنوات من عمر الحادثة كشفت وكالة الأنضول التركية عن عملية للاستخبارات التركية تمكنت خلالها من القبض على المدعو يوسف نزيك مخطط التفجيرات من قلب مدينة اللاذقية معقل رأس النظام بشار الأسد حيث تم نقله عبر طرق آمنة إلى داخل الأراضي التركية المخابرات التركية أكدت أن العملية الاستخباراتية نفذت دون الحصول على أي دعم لوجستي أو معلوماتي من أي جهاز استخبارات أجنبية في إشارة منها كما يقول مراقبون إلى الاستخبارات الروسية أو السورية مضيفة أن جهاز الاستخبارات التركية قام بمفرده بجميع عمليات الكشف والمتابعة والرصد والنقل مخطط التفجيرات والمدرج على القائمة الزرقاء للمطلوبين يوسف نازيك من مواليد مدينة أنطاكيا في ولاية هاطاي اعترف بتخطيطه وتنفيذ التفجير مع أصدقائه بناء على تعليمات وأمر من المخابرات السورية التابعة للنظام الأسد حيث أجرى عملية استطلاع لإيجاد مواقع بديلة لتنفيذ تفجيرات أخرى داخل تركيا كما أكد إشرافه على عمليات إدخال المتفجرات من سوريا إلى تركيا وتأمين سيارتين لتفخيخهما بالمتفجرات اعتراف نازيك لم يقتصر على التواصل مع استخبارات النظام فحسب بل شمل إدلاءه بمعلومات مفصلة عن معراج أورال زعيم ما يعرف بالمقاومة السورية في لواء اسكندرون والذي تتهمه تركيا بالمسؤولية عن التفجيرات وبين اعتقال نازيك والتوتر الأمني الذي يشهده الشمال السوري يرى مراقبون أن أنقرة أرادت إيصال رسائل للنظام الأسد من خلال عملية الاعتقال تشير إلى قدرتها على الوصول إلى عقر داره كشفت لجنة تابعة للممتحدة أن التهجير في سوريا بلغ مستوى غير مسبوق منذ مطلع العام الجاري وأكد تقريرا نشرته اللجنة الدولية للتحقيق أن أكثر من مليون شخص بينهم أطفال هجروا بسبب الهجمات التي شنها نظام الأسد على المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري وحذرت اللجنة من احتمال تكرار هذا الوضع في محافظة إدلب في حال فشل المفعوضات مبينة الظروف المعيشية السيئة التي ترك بها المهجرون قسريا أو ترك بها المهجرون قسريا ديارهم ومنازلهم شاهدين نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير بدعم من الجانب التركي تجهيز أكبر منشأة طبية تحتوي على أجهزة ومعدات متطورة في مدينة الباب شرق حلب الحقائق تأتي أولا كونوا معنا لتفاصيل أكثر حول أخبار سوريا سوريا اليوم لحاجة أكثر مما مضى لإعلام مستقل نحن سوريون ونعمل على إيصال الحقائق إليكم نزودكم بالمعلومات الضرورية لكي تتخذوا القرار الصحيح نزودكم بالمعلومات التي لم تكن متاحة من قبل الشعب السوري العظيم يستحق إعلاما حرا مستقلا أخبار سوريا كاملة وبالتفصيل نعيش في عالم نبني فيه أراءنا وأفكارنا اعتمادا على ما يصل إلينا من وسائل الإعلام لذا من الضروري أن نتابع إعلاما مستقلا الإعلام المستقل يسائل من يملك القوة في القضايا التي تهمكم الإعلام المستقل يحارب الفساد ويحسن تقديم المسؤولين للخدمات العامة تابع الإعلام المستقل تابع حلب اليوم اشتركوا في القناة أهلا بكم من جديد كشفت خلال الأيام القليلة الماضية مسؤولية نظام الأسد عن عدة جرائم في داخل سوريا وخارجها أبرزها اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري وضلوعه في تفجيرات التي ضربت مدينة الريحانية التركية عام 2013 التقرير التالي والتفاصيل لا تجني على نظام الأسد حين القول إن إجرامه تخط حدود شعبه وخارطة سوريا الجغرافية فالحقائق المثبتة بالأدلة القاطعة تثبت ذلك وأن الإجرام لم يكن حكرا على رأس النظام بشار الأسد بل إن الولد سر أبيه اعترافات أدلى بها المدعو يوسف نازيك المتهم بالتخطيط للتفجير الذي وقع في مدينة الريحانية التركية عام 2013 أكد خلالها أن أجهزة الاستخبارات في نظام الأسد هي من لقنته العملية وساهمت في الإعداد له عبر زعيم ميليشيا الجبهة الشعبية لتحرير لواء اسكندرون وفق ما أدلى به المتهم عقب جلبه بعملية استخبارية تركية من اللاذقية لبنان هي الأخرى لم تسلم من ممارسات نظام الأسد وقواته الذي جعل من لبنان مسرحا مفتوحا لانتهاكات أجهزة استخباراته وضباط جيشه حتى شهد وسط بيروت اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وجاءت التحقيقات لتكشف ضلوع نظام الأسد وميليشيا حزب الله فيها وكرر الادعاء العام في المحكمة الخاصة بلبنان التي تلاحق المتهمين بالاغتيال تأكيده بالأدلة حصول اتصالات بين قياديين من حزب الله اللبناني وبين مسؤول الأمن والاستطلاع في قوات النظام التي كانت في لبنان العميد رستوم غزالة وبين العميد غزالة وبشار الأسد أثناء التحضير للجريمة سجل ممارسات نظام الأسد بكل شخوصه ورموزه وأجهزته الأمنية والعسكرية وميليشياته بحق الشعب السوري يكاد يكون كتابا مفتوحا للجرائم المنتهكة كل المعايير والقوانين الوضعية والشرائع السماوية وجاء تقرير فريق التحقيق الدولي بشأن استخدام سلاح الكيموي في سوريا ليؤكد استخدام قوات النظام غازالكلور المحظور دوليا في الغطة الشرقية بريف دمشق وفي محافظة إدلب هذا العام في هجمات تمثل جرائم حرب وفق تقرير الفريق الدولي الذي أكد أيضا مسؤولية النظام على 33 استخداما للكيموي منذ عام 2013 ضحايا نظام الأسد من السوريين وغير السوريين يؤكدون على انتظارهم وإصرارهم على تحقيق العدالة ومحاسبة النظام عبر المحاكمات والقضاء قتل 14 عنصرا من المنتمين إلى قوات النظام خلال اشتباكاته مع تنظيم الدولة في منطقة تلول الصفة الواقعة بين محافظتين في دمشق وسويداء وحسب مصادر خاصة بحلب اليوم فإن أغلب الذين قتلوهم من مرتبات الفرقة الرابعة والفيلق الخامسة ومن العناصر الملتحقة مؤخرا بقوات النظام نتيجة المصالحات مع نظام الأسد تحت الرعاية الروسية رجحت المصادر احتمال إقدام قوات النظام على تصفيتهما كما حدث مع بعض العناصر في معسكر جورين شمال غربي حما وفي ريف اللذقية منذ أيام تمكنت قوات سوريا ديمقراطية وبدعم من التحالف الدولي من السيطرة على حاوي السوسة وتقاطع موزان وبالتالي عزلت قرية الباغوس عن قرية السوسة بريف دير الزور الشرقية يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان قصد بدء عمليتها العسكرية الهدفة إلى سيطرة على آخر مناطق تنظيم الدولة إلا أن عناصر تنظيم تمكنوا من التصدي للهجوم وقتل وأسر عدد من عناصرها وبحسب شهود عيان فقد استشهد مدني وجراء القصف الذي تعرضت له قرية الباغوس من قبل قصد فيما استهدفت قوات التحالف المتمركزة في حقل العمر النفطي مناطق سيطرة التنظيم التي شاهدت بدورها استنفارا كاملا لكافة العناصر أسطى مخاوف بين قادة التنظيم من حدوث حالات شقاقة حيث عمدت تنظيم لإشعال الطرقات بالإطارات والنفط أفق ما ذكر ناشطون تستعد مدينة الباب في ريف حلب الشرقي لافتتاح أكبر منشعة طبية بدعم من الحكومة التركية على مستوى المنطقة والتي تحوي على أجهزة ومعدات لم تمتلكها المناطق المحررة من قبل مرسلنا همام أبو الزين والتفاصيل أسدل الستار أخيرا عن المشروع الطبي الأطخم بريفي حلب الشرقي والشمالي والذي انتظره السوريون في الشمال عموما ومدينة الباب على وشه الخصوص مشفى الباب الكبير يفتتح أحد أبوابه أمام المرضى ممن يحتاجون للتصوير بجهاز الطباقي المحوري خطوة انتظرها الأهالي مطولا في ظل العجز وقلة الإمكانيات والكوادر الطبية في المدينة تقريبا الأمور قريبة من الانتهاء إن شاء الله خلال فترة كثيرة أصيرة نحتمل الافتتاح حاليا البقيان هو شوية أمور إدارية بعض الأجهزة تركبت في معظم الأجهزة تركبت وفي بعض الأمور بقيانية حاليا مثلا عمل مقابلات للتمريض تم إجراء مقابلات التمريض والفنيين سيكون هناك مقابلات لإستكمال الطباء بالنسبة للموضوع الاستعلامات والأمور الإدارية خلال فترة القريبة القادمة بس تكمل هذه الأمور سيكون انطلاق المشفى إن شاء الله تحتوي المشفى على مئتي سرير وسبع غرف عمليات ووفقا للمصادر الطبية فإنه من المقرر أن يزود المشفى في وقت لاحق بجهاز الرانين المغناطيسي وأجهزة غسيل الكلا بالإضافة إلى تأمين العلاج الكيميائي والشعاعي وتقدم المشفى جميع خدمتها الطبية بشكل مجاني تماما فيما لا يزال قسم الصيدلة وتوزيع الأدوية قيد الدراسة حتى الآن في المرحلة الأولى سنضيف حوالي 120 شخص يحملون شهادات طبية تمريض وفنيين بالإضافة لبعض الأطباء وحوالي 100 شخص أيضا بالوظائف الإدارية في عنا نقص في بعض الاختصاصات ممكن أن نتواصل مع بعض أطباء البلد إن شاء الله نحاول نأمن لدخول إلى البلد حتى يرجعوا يشتغلوا بالمشفى إن شاء الله المشفى سيشتغل مبدئيا بحوالي 50% من طاقته المشفى بني بإشراف مباشر من الحكومة والسلطات التركية وعمل المجلس المحلي على انتقاء الأطباء والممرضين بعناية مراعين موضوع الكفاءات والشهادات التي يملكونها لتجنب جميع الأخطاء الطبية التي حصلت بالسابق معظم المستلزمات والأجهزة الطبية التي كانت تفتقدها مشافي المنطقة توفرت هنا في مشفى مدينة الباب الجديد بهدف توفير العلاج لأكبر عدد ممكن من قاطن الشمال السوري المحرر همام أبو الزين حلب اليوم مدينة الباب تراجع رئيس الحكومة في نظام الأساديمات خميس عن كافة وعوده بزيادة رواتب العمال والموظفين في الدوائر الحكومية وذلك بعد أشهر من انطلاق تصريحات بهذا الخصوص معده الكثيرون تلاعبا في مشاعر الموظفين وصرح خميس خلال اجتماع له مع مالك أحد المشاريع الاستثمارية بأن عموم الموظفين تحدثون عن زيادة الرواتب في حين لديه خطة بديلة وهي تأمين المزيد من فرص العمل وفق قوله وكان خميس قد أدل بتصريحات عدة خدال الأشهر الفائتة تؤكد نية حكومته فعليا رفع رواتب الموظفين مع تجنب ارتفاع الأسعار مشيرا إلى أن تلك الزيادة لن تكون بعيدة يعاني المزارعون في مدينة عفرينبري في حلب الشمالية من قلة المواسم الزراعية للأشجار المثمرة كالرمان وزيتونة كما يشتكي الأهالي من صعوبة توفير الأيد العاملة والأسمدة والمياه للعناية بالأشجار وزيادة إنتاج محصولها التقرير التالي والتفاصيل على أنغام وترانيم كردية يبدأ المزارع أبو حنان يومه في مسقط رأسه عفرين وكما هي العادة الشاي أولا تحت ظلال الأشجار وعلى أغصانها كرم الرمان هذا الذي ورثه أبو حنان عن أبيه وجده هو حياته اليومية ومصدر رزقه ولقمة عيش أطفاله بيد أن الموسم الحالي لم يكن كما تمناه أبو حنان ومن ينتظره خلف الأبواب الموسم السنة كموسم فيه بس من المحسن نحكم عليه عجب إش الأسعار عجب منبيع عجب منبيع عجب فيه طرقات عجب إش بصير ما بنعرفه الله فمنتمنى يعود السلم وهالبضاء هاي بس نطالح حق مصروفنا حق مازوتاتنا وبالأول مازوت يعني أول قديمة سبع ليرات ما نحس فيها بس هلها ميت ليرات ميتين وخمسين ليرات بالأزمة عبدالصر أمامية ليرات من الرمان إلى الزيتون وجميع الأشجار المثمرة تلقي مشكلة أبو حنان ذاتها ظلالها على أبو عبد وغيره من المزارعين في منطقة عفرين ليضطر هذا الكهل إلى العودة للأساليب البدائية بعد ضعف الإمكانيات التي تواجهها الزراعة في المنطقة كنص المحروقات والمبيدات الحشرية والأدوية وقلة الاهتمام والرعاية السنة الماضية كنا نرشده كنا نشتغل فيه كنا نفلح نتعب حولنا فيه هالسنة ما هو مثل غير هالسنوات يعني هالسنة لا تواغذني كنا نفلح أربع دورات هالسنة نفلح عالم ما فلح دوره غيري ما فلح دوره رئة الشمال السوري كما تسمى ألاف الهكتارات من المساحات القضراء في عفرين وحدها تواجه أعتى الصعوبات لأسيا منتشار الألغام الأرضية ومخلفات الحروب في مساحاتها الحراجية بانتظار أن تجني عملية غصن الزيتون ثمارها نهاية النشرة ولمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا دمتم برعاية الله وحفظه إلى الملتقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر